ودع البابا بنيديكتوس السادس عشر الجموع والعالم من شرفة مقره الصيفي البابوي قبل البدء بحياة التقاعد بعيداً عن العامة واستقالة البابا هي الأولى لرأس الكنيسة الكاثوليكية منذ سبعمائة عام ودعي مجموع الكرادلة إلى اجتماع تمهدي أول الاثنين في الفاتيكان استعداداً لانتخاب بابا جديد على ما أكدت مصادر في الفاتيكان وسيعقد عدد من المؤتمرات العامة التي تجيز بحث المشاكل الكثيرة في الكنيسة وتحدد صورة عامة للبابا المقبل الذي سيخلف بنيديكتوس السادس عشر بعد سريان استقالته أمس الخميس ويجري تداول أسماء عدد من المرشحين لخلافة البابا ومنهم الإيطالي أنجيلو سكولا والكندي مارك ويلي والنمسوي كريستوف شونبرن والمجاري بيتر آردو والبرازيلي أوديلو شيرر والغاني بيتر تيركسون والفليبيني لويس أنطونيو تاغلي ترجمة نانسي قنقر